يحتل التراث مكانة مهمة في حياتنا اليومية كونه يمثل هويتنا الحضارية التي نستمد منها قيامنا الإنسانية وأسسنا المجتمعية على إثر ذلك شهدت قاعة الإمام الحسن عليه السلام انطلق فعاليات الندوة البحثية الخاصة بتراث العلامة الميرز جحفر الطبطبائي الذي يقيمه مركز أحياء التراث التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية يقيم مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ندوة عن أحد أعلام كربلاء ورجالاتها وهو الميرز جحفر حفيد صاحب الرياض وهذه الأسرة هي أسرة علمية خدمة الدين وخدمة المعرفة المركز مستمر بتحقيق هذه المخطوطات وكما بينت أن هذه المخطوطات لها فائدة علمية ومهمة وعدم تحقيقها وتركها سيتعرض إلى التلف وإلى الضياء وبين طيات هذه المخطوطات هناك علم جم يستفيد منه الباحثين في دراساتهم المستقبلية وتطوير هذه الدراسات الندوة شهدت حضور عدد من الأكاديميين والمختصين المهتمين بالشأن التراثي فضلا عن حضور ممثين عن إدارة العتبة العباسية المقدسة وأخسامها لتبدأ بعد ذلك الجسة البحثية التي استهلت بأربعة بحوث قيمة لباحثين مختصين بالشؤون التراثية هذا العلم الكبير المغمور وهو الميرزى جعفر الطباطبائي الحائري سليل أسرة علمية تسنمت زعامة حوزة كربلاء لما يزيد من قرن فالتعريف بتراثه العلمي وجهوده العلمية من الواجبات الأصيلة لمركز متخصص بتراث كربلاء ألا وهو مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية استمرار مركز أحياء التراث في تحقيق المخطوطات التراثية يأتي إيمانا منهم لما تحملهم من فوائد جمع فضلا عن استفادة الباحثين في دراستهم وتطويرها إضافة إلى تعريف الأجيال الحاضرة بتراث أسلافهم هو الهدف الأساسي للمركز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر